أهلا بكم أعزائي في أول بودكاست على هذه القناة لماذا يجب أن نؤمن أن طول الله عز وجل حوالي 3 متر؟ المسلمون يجب أن يؤمنوا على وجه اليقيب بأن طول الله سبحانه وتعالى 60 ذراعا بالضبط 60 ذراعا بالضبط نلاحظ أن هناك خلاف بين الفقهاء في طول الذراع نفسه كوحدة قياس وهذا الخلاف مفهوم لأن الذراع كوحدة قياس كان دائما محل خلاف بين الأمم المهم أن طول الله 60 ذراعا وهذا يعني حوالي 3 متر 4 متر أقل أكثر هل سمعت بهذا من قبل؟ إذا كنت لم تسمع بهذا من قبل فلأن كثيرا من الدعاء أصبحوا يتجنبون ذكر هذه المواضيع ولأن ما يعرض أساسا في وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا هو جزء من الدين وليس كل الدين وهو جزء منتقة والدعوة إلى الله كما تعلمون هي حرفة يتقنونها وأمثال هذه المواضيع لا تخدمهم أذكر عندما كنت في مجلس لطلب ما يسمى العلم الشرعي وسمعت شيخنا يشرح الحديث الذي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على سورته طوله ستون ذراعا وقتها قال شيخنا إن الله خلق آدم على سورة الله نفسه وأخذ يرد على من أراد تأويل هذا الحديث أنه يعني أن الضمير في كلمة سورته عائد على آدم ساخرا يعني أن الله خلق آدم على سورة آدم وقال إن هذا لا يصح أبدا من ناحية اللغة لا يمكن أن يكون الرسول البليغ قد عنى صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على سورة آدم هذه عبارة لا معنى لها وأضاف إن هناك حديث أخرى تدل على أن مراد فعلا أن آدم هو على هيئة الله تماما فالحديث ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على سورته وفي لفظ آخر على سورة الرحمن عندما برحت مجلس شيخي أخذت أقلب في كتبي من كنت سميهم وقتها أهل العلم وفهمت ببساطة أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقول بأن الله يجبهنا تماما غير أنه أطول قليلا مثل أبينا آدم الذي كان أطول منا قليلا أيضا لأن الخلق تناقص على مدى الزمن كما تقول أحاديثة كثيرة أخرى غير أنهم يضيفون في النهاية عبارة لا أستطيع أن أقول إلا أنها ضريفة وهذا لا يلزم منه التجبيه هذه العبارة وهذا لا يلزم منه التجبيه ولا أعرف ماذا يمكن أن تعني هذه العبارة بصراحة أحرصون على ترديدها عقب أمثال هذه الموضية في وصف هذا البودكاست أترك رابطا لفتوى بصوت الشيخ عبدالزيز نباز مفتما ملاك العربية السعودية الراحل والذي كان يلقب بمجدد الإسلام في هذا القرن الهجري وهو يقول صراحة هذا الحديث قد أشكل على بعض الناس وتأوله على أن المراد على سورة آدم خلق الله آدم على سورة آدم وهذا غلط وليس من فصيح الكلام بل مراد خلقه الله على سورته هو يعني سورة الله ولهذا في الحديث الآخر خلق الله آدم على سورة الرحمن يقول ابن باز وهي رواية جيدة يقول أثبتها الإمام أحمد وغيره ويقول ابن باز والمعنى أنه خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم وله وجه وله يد وله قدم وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم وله وجه ويدان وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسي بل يده مبسوطتان انتهى كلام ابن باز والمقالة كلها موجودة إذا تتبعنا صفات الله الأخرى في القرآن فسنفهم أن صفاته النفسية أيضا هي نفس صفات الإنسان حيث يغضب ويمكر ويستدرج ويملي ويحلم وينتقم ويبطش لا يستحي أن يضرب مثلا إلى آخر هذه الصفات البشرية جدير بالذكر أن هذا ما كان يؤمن به اليهود والمسيحيين دائما أن الله خلق الإنسان على صورته كما جاء في سفر التكوين فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم سفر التكوين 1-27 والسؤال إذن والذي يطرح نفسه الآن ما الفرق بين هذا الإله الذي عبده اليهود والمسيحيون والمسلمون وبين الآلهة القديمة التي عرفها البشر ووصفوها ووصفوا قدراتها ونسبوا لها الوجود والخير والشر سوف أنتظر إجاباتكم في التعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء